تسعى مصر واليونان إلى تعزيز التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات في ظل الأجواء الليجابية التي تسود العلاقات بين القاهرة وأثناء وفي ظل علاقات متميزة تجمع بين البلدين الصديقين تسعى اليونان لمواجهة التحديات المشتركة والتباحث حول القضايا محل الاهتمام المشترك تتمتع مصر واليونان بعلاقات تاريخية ضاربة في الجزور فمن خلال وقوع البلدين في ذات النطاق الجغرافي بحوض البحر الأبيض المتوسط تتشارك القاهرة وأثناء الاهتمامات والتحديات التي تفرض نفسها على سياسة البلدين ومصالح شعبيهما وخلال الفترة الأخيرة شهدت العلاقات المصرية اليونانية نقلة متميزة على مختلف الأصعدة وبالتزامن مع تعزيز مجالات التعاون المشترك بينهما لا تكاد تمر قيمة أو لقاء رفيع المستوى بين الجانبين دون أن يتم التطرق إلى التحديات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مكافحة الهجرة غير الشرعية وهو الإطار الذي تبزل فيه مصر جهودا كبيرة أصفرت عن عدم انطلاق أي قارب للهجرة غير الشرعية من مصر منذ سبتمبر من عام 2016 فضلا عن البحث في سبل التعامل المشترك في مجال الطاقة وإلى جانب الهجرة غير الشرعية يؤكد الجانبان بشكل دائم على أهمية مواصلة الجهود المبزولة نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهما بشأن التصدي لظاهرة الإرهاب والفكر المتضرف فضلا عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها ملف الاستقرار بمنطقة شرق المتوسط بما يتطلب تحقيقه من ضرورة احترام وحدة وسيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومرعاة مقتضيات الأمن البحري لكل دولة كونه جزءا من الأمن الإقليمي التوجه المتنامي للدولتين نحو تعزيز العلاقات وتنسيق الرؤى ووجهة النظر يشمل أيضا توحيد المواقف إزاء عدد من القضايا التي ترتبط باستقرار المنطقة وعلى رأسها ملف الأزمة الليبية والذي تتفق في إطاره القاهرة وأسنى على أهمية التوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي بما يحفظ سيادة البلاد ويحفظ مقدراتها لصالح الشعب الليبي كما يتباحس الجانبان بشكل مكسف حول القضية الفلسطينية والوضع في سوريا وسبل دعم لبنان في إطار من السعي لتقليل التوترات في منطقة الشرق الأوسط